السلام عليكم اشخباركم اموركم هانية كنتم بناتكنو كلكم باخر وعلى خير وبيئة مصطحة اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنتشارك معاكم مخامر ملوي بدون اللوي وبطريقة سهلة كيجي مقرمش من علاب الروق وطني من الداخل ومورق بصراحة كيجي بنين بزاف كنتمنا منكم تجربوه ونبدأ بالصلاة على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسونيش من تشجيعاتكم ونبدأ بسم الله على بركتي الله وفي قصعة عندي الطحين ديال الفرص خمسة ديال الكووس اي مي عادي لنص كيلو وعندي الطحين ديال الفينو او الطحين ديال القمح الصلب جوج كيسان ونص ديال العنبة وعندي معلقة كبيرة ديال السكر سنده ومعلقة كبيرة ديال الخامير المعجونة وممكن تديرو حتى الخامير راح وبيبت ولملحسة بالذوق صافي ونبدأ نعجن بالماء دافي فالعزينة ديال هاد المخامر غير كنجمعوها وكندلكوها مزيان بحال ديال المسمن بحال ديال الملاوي العاديين غير هاد الملوي كنديرو فيه الخميرة وكنستمر نجمع العزين مع اضافة الماء وهنا يكن نجمع العزينة وغنقول لكم شح الخدت مني ديال الماء دافي وبصراحة هاد المخامر للفطور او للقوتي كي يجيو زوينين بزاف واكيد في رمضان كي ينفعونا عود في الفطور او في الصحور اللهم بلغنا رمضان وكل نبأة مصحة يارب واللي كتمنسي حاجة ياربي تحققها ليها وما تنساونيش خوتاتي ومتي زوينة الفنت من واحد لايك واشتراك وبرتاج للفيديو بس تعمل فائدة الله يجازيكم بالخير وتعليق فتعليقكم كتفرحني ولكنتو اول مرة كتشوفوا قناتي متنسوش تشتركوا وتخليوا لي واحد لايك وتعليق وشكرا ليكم الله يحقق ليكم كل ما كتمنوا وهذا هو القوام للعزينة بعد ما ازنتها المهم خدت مني ثلاثة ديال الكووس ونصف ديال الماء الدافي اول ما كيبقى حسب النوعية ديال الطحين صافي خليتها ترتاح غطيتها واحد نصف ساعة حتى خمرت صافي وكننخرج منها الهاواء ونبدأ نشكل كورات من العازين المهم قسمت العازين على جوج وعود ثاني ذاك النصف كنقسموه عود ثاني على جوج وكلها نصف اي الربع ديال العازين كامل كنخرج من نصف ديال الكويرات ديال العازين فانا في المجموعة غنخرج 24 كورة وفانا دهنت ايديها بشوية ديال الزيت وانا يكن شكل الكورات ودهنت احت البلاطو بشوية ديال الزيت نباتية صافي نكمل من شكل الكورات ديال العازين كلهم وبغيت نقول لكم اي واحدة ما عمرها ما صيبات هاد المخامر ملوي بدون لوي تشربهم صراحة كي يزيونين فهما كيجيو خفاف ومورقين وهناي صافي كملت تشكيل ديال الكورات صافي نغطيهم بالبلاستيك غدائي وغنخليهم يرتاحوا واحد العشرة ديال الدقيق المهم ده بغنوجد الزبدة غناخد واحدة ثلاثة ديال معلقة كبار ديال الزبدة ديال البواطة ديروا اي زبدة كانت عندكم وممكن تديروا احتحة يوانية المهم انا غنخدم بهذه ديال البواطة وكنزيد واحد المعلقة ديال الفينو معلقة كبيرة وبقى غنزيد واحد النص صافي وكنخلط الزبدة مع ذاك الفينو مزيان وغنحطهم جانيبا صافي هنا يا غنبضة ناخد واحد شوية ديال الزبدة نص معلقة صغيرة او الا ما كاملاش نص معلقة صغيرة كنوضعها فوق كل كورة ديال العازين وغنستمر حتى نوضع الزبدة مع الفينو فوق منهم كاملين المهم هالطريقة ان شاء الله ديال التحضير سهلة بحال الشكل ديال الطريقة اللي كان ديرو شحال هادف المسمن ديال التريد كان وضعوا هكذا واحد الكورة وكان وضعوا فوق منها كنغطسوها في الزيت وكان رشوع لها الفينو او لدقيق وكان وضعوا على تاني وحدة فوق منها بحال هكذا على حسب شحال ما بغينا دابة هنا يغن حط غير ثلاثة المهم هتشوفوا الطريقة معي بالتفصيل وهنا يخصطني الزبدة اوزت واحد شوية ديال الزبدة حي تبقي ليه تقريبا ثلاثة ديال الكويرات والربعة هي خصها شوية المهم سوف يخلط الزبدة وثاني مع شوية ديال الفينو وكنكمل وهنا هي سوف يكملته وغنبدأ على بركتي الله سوف يكن ناخد الكورة اللولة ونوضع فوق منها الكورة الثانية ونوضع الثالثة سوف يكن بسطهم واحد شوية وكنبدأ نجمعهم بهالطريقة سوف يكن نجمع وكنلولب الكورة ديال العازين سوف يكن نحطها وغنستمر بنفس الطريقة كناخد الكورة اللولة والثانية والثالثة ونجمعهم في الفيديو شرح نفسه مهم طريقة سهلة وكي يجينا الملوي مخمار مورق وقطني من الداخل مهم كي يجي غزال كنت مننا تجربوه وترضو عليه في التعالق سوف يكن نستمر كان وضع دائما ثلاثة ثلاثة فأنا شكلت 24 كورة سوف نخرج ثمانية ديال المليويات مخامر نستمر رحتين كمل وهنا يا صافي كملت هنخليهم معه الثاني يرتاحوا واحد العشرة ديال الدقائق او لا حسب الرغبة المهم ضروري يرتاحوا واحد شوية عاد نبدأ ونطيبو وهنا يا صافي عندي شوية ديال الزيت كان دهن سطح العامل اكيد كي يكون مغسول من قبل فهدي كل شي عارفها ومن الشف والمقلة وضعتها كتسخن المقلة تقيلة صافي وكان بدان نبسط وبصراحة العزينة تبارك الله كتنبل كلها تنبل صافي وكان حاول نرقق واحد شوية ماشي كتر من القياس المهم بينه وبين وكان نرش واحد شوية ديال الزيت في المقلة وكان وضع المخمارة صافي غير كان حطها وكان قدها كده لعواجت واحد شوية صافي كانت مقدسة صافي كان رشع لها شوية ديال زيت نباتية غير كان تبدأ تشد رسها غير واحد شوية كان قلبها بحال الشكل ديال الطياب ديال الملوي العادي صافي كان بدان قلبها حتى كنت تحمر من الجيهات بجوج ومن جميع الجوائيه يعني من الجوانيب كلهم قعد كنحييدها المهم المخمارة كالطيب وانايا كان بسطها وتاني وحدة اخرى دائما كان حط وحدة الطيب وكان بدان بسط وحدة اخرى كان قرسها صافي وما ننسش الملوية اللي فوق البوطة دائما نبدأ نقلبها حتى تتحمر كيف ما قدليكم هانتو موية بقى سخونة وكنحليكم بس تشوفوا التوراق صافي هنا يا تتحمرات المخمارة اللولة بصراحة كدي خفيفة او مقطنا من الداخل او مقرمشة من على برة صافي كان حطها وكانكمل كان حط الخراعة وتاني في المقلة بسطيب ونبدأ نبسط او كيف ما كتشوفوا معي العازين كيتنبل ما شاء الله اللهم بارك صافي غير واحد الشوية وكانقلب المهم طريقة واضحة وبصراحة هاد المخمار ملوي بيدون اللوي كي يجيزوي وكي يجيزوي نحتملك اللوي ولكن هاد طريقة اسهل كتسر بينا صافي كانبدا دائما رشب واحد الشوية ديالزيت نباتية ونطيب وبصراحة كي يجيزوي منه جربوه ما تقنعوش منه مع شي بريري ديال ايتي او اللق هو او اللا المهم على حسب الرغبة ديالكم او ممكن توجدوه لضيافكم توجدوه لوليداتكم وتوجدوه في رمضان فانا كنوريكم كنت كنبسط واحد الكورة ديال العازين وكلها ما شاء الله كنت تنبل وكنوريها اليكم صافي كنستمر وانايا كنبسط وكنطيب وبالنسبة لمبتدئات فغير تبعو جميع المراحل كيف مما تشاركت معكم في الفيديو ان شاء الله غايزيكم ناجح من اول تجربة هانتو محتى كنقول صافي نقطع معاكم تصوير حتى نكمل ومني شفتها كده المخمارة العزينة ديالها تسبارك الله كيفوش كنت تنبل قلت نوريها اليكم معاو تاني نزيد نكمل معاكم شوية المهم صافي كان بسط غنكمل الطيب حتى نكمل الكمية اللي عندي ان شاء الله وإلا بقيتوا في الفيديو وصلتوا حتى الهنا فما تنسوش انكم تشجعوني اخواتي وشكرا لكم الله يجازيكم بالخير ما تنسوش خطكم من اللايك ومرحبا بالناس جدد اللي لتحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا فانا دائما كنت تشارك معاكم اي حاجة ناجحة وسهلة وبسيطة واقتصادية وكيف ما فرحتوني الله يفرحكم من عنده فبصراحة اخواتي اي وحدة درت قناة فالحلم ديالها انها تكبر قناتها والله يسهل على الجميع وهنا يا صافي كملت طيبت المخمار ديالي كامل وكانوريكم التوراق واكيد فانا سمعتكم شوية القرماشة المهمة هذه هي الكمية المهمة اعطيت وحدة الولدي وهذه هي الكمية اللي خدمت معاكم اليوم فاجربوه بصحتكم وراحتكم ادهل الله وفريصكم وفي الصحيحة ديالكم احبوكم في الله الى اللقاء